انعقد اجتماع دوري للمجلس التنفيذي لمحافظة الزرقاء برئاسة المحافظ وبمشاركة العديد من مديري المؤسسات الرسمية وأضاء مجلس المحافظة والمجالس البلدية تناولت عدة قضايا واجتمل الاجتماع على جملة من القرارات من أهمها الإعاز إلى الأجهزة الأمنية بضبط سائقي درجات نرية الذين يروعون المواطنين بقيامهم بحركات غير قانونية إضافة إلى العمل على ضبط الصهاريج التي ترمي مخلفاتها بين الأحياء السكنية في قضاء ضليل مما يشكل مكارها صحية وبيئية دائما خططنا وبرامجنا التنفيذية لإدامة الخدمة المواطنين اللي أعتبرها أساسي العمل لعملنا على مستوى الوطني وأنا أكد لك تماما حرص مدراء الدوائر الخدمية والمؤسسات الأهلية الممثلة في البرديات على أنه فعلا نستثمر كل طاقاتنا وإمكانياتنا لخدمة مواطنينا